اشتركوا في القناة لن نستطيع شيئاً للحؤول دون تقدمه وتعالي شأنه أظنكم تضخمون الأمور يجب أن لا تبنوا النتائج على تعبير رؤيا يجب أن نحذر وأن لا نكون نحن من يعلي شأن يوزر سيف لقد وصلتني اليوم أنباء سيئة تفيد أن ما تردد عن خبر هزيمتنا قد صار حديث المجالس فإن قعدنا صامتين فسوف يقوم علينا الناس غداً سوف يقيمون حفلاً للاكتفاء بيوزر سيف انتشروا بين الناس ثم اعمدوا إلى ما يقوله يوزر سيف ويطلبه من الناس فطعنوا فيه وبينوا مثالبه واجعلوه موضع الترديد والشبهة وإلا فإن النتيجة ستكون ما ذكر أبوكي عن تعاظم سلطته فلا يمكننا حينئذ أن نواجهها لقد عشت في قصر بوتيفار لسنوات مع يوزر سيف عندها لم يكن يدعو إلى ربه لكن أهل القصر كانوا يحبونه ويحبون ربه دون أن يدرهم أنفسهم ولهذا السبب قليلاً ما كانوا يقصدون المعبد وقليلاً ما كانوا يقدمون الهدايا لأبوكي عسران، اذهبوا وهيئوا أنفسكم لمراسم الغدل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إنهم يأتون من الغرب كانوا قد ذهبوا لدفن أمن حوتب الثالث ينبغي انتظار مرور أربعين يوماً بعد الموت والتحنيط فاليوم كان موعد الدفن أنا أحب الحاكم أمن حوتب الرابع فمات أنه يكره الحرب ويبغض القتل والقتال أما أنا فلا أحبه والسبب أنه لا يحب آمون أمن حوتب شديد الرأفة ورحيم القلب يقولون أنه يحب الفقراء والمحتاجين هذا هو يوزر سيف كبير المستشارين؟ أجل، المعبر العظيم الذي هزم جميع المعبرين ومعهم كهنة المعبد هذا هو بنفسه يلاه من وجه جميل ومحبوب يبدو شديد السكينة والوقار والعطف يوسف، أسكت أيها الأبلة يجب التزام الصمت عند مرور موكب أمن حوتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا أمن حوتب الرابع حاكم مصر العظيم أعين يوزر سيف الحكيم الأخذ بمجامع علم تأويل الرؤية أجعله كبير المستشارين ورئيساً لأمور الزراعة وكذلك سوف يحظى اليوم أيضاً بشرف ارتقائه أعلى مقام في مصر وأقصد بالتحديد المقام الذهبي أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أنا شاكر وممتن لحاكم مصر العظيم والحكيم على ألطافه الآن وأثناء قيام جناب الحاكم بمنح المقام الذهبي خطرت على بالي ذكرى تعود للأيام الخوالي فعندما كنت في قصر بوتيفار كانت كالإمامة نديمة السيدة زليخة كانت كلما أرادت أن تظهرني وضيعاً بائساً قليل الشأن تلقبني براعي الأغنام المتجول في القفار عندما قام جناب الحاكم أمن حوطب بتعييني أميناً على خزائن مصر ومشرفاً على أمور زراعة فيها قلت في نفسي كيف لراعي أغنام يجوب القفار والوديان أن يتمكن من الاطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة والثقيلة إن وصلت يدايا إلى يوزر سيف فلن أبقي عليه للحفة الواحدة اسمحوا لي أن أحدثكم بالطريقة التي تعلمتها وعادة ما أحبذ أن أتحدث بها أنا لا أعتبر نفسي سوى خادم متواضع لأهل مصر ولا أعتبر نفسي أعظم منهم ولا تاجاً على رؤوسهم أريد منكم يا أهل مصر أن تعينوني لكي أتمكن بمساعدتكم من القيام بواجب خدمتكم على أفضل وأحسن وجه لقد علمتم بطريقة أو بأخرى أن مصر مقبلة على سبع سنوات من القحط وإمساك السماء وسبع سنوات من فايد السماء ووفور النعمة وأنا اليوم أتعهد لكم أنكم إن نثرتم البذور على الصخور فسوف تنمو السنابل الملأة فانثروا البذور فانثروا البذور ما استطعتم والبدار البدار المزارعون الأكثر زراعة والذين يجلبون الغلة الأوفر إلى مخازن الدولة سوف يصبحون مع مرور الزمان أصحاب أرض يزرعونها لأنفسهم أنا أعلم أن كل أملاك مصر تابعة لجناب الحاكم لكنني على موعد معكم للتحدث بهذا وما أدرانا أنكم إن جمعتم الحنطة لن تبعوها للناس بثمن أغلى بيع الحنطة وشراؤها وجمعها وتخزينها كل ذلك سوف يقوم به أناس يتم انتخابهم من قبلكم أنتم أما موظفو الدولة فإنهم يتولون الإشراف فقط تأخذون من الحنطة مقدار ما تحتاجونه لسنتكم وما تحتاجونه من البذور للسنة التالية وما فاض عن ذلك تسلمونه للدولة إن كنتم حكاما قديرين وجديرين بالحكم لأخذتم القرارات الحازمة وما على الناس عندها إلا أن يطيعوكم إن طلع الناس على قرارات الدولة فسوف يكونون مددا لها في تنفيذ مشاريعها وإن لم يعلموا بما يجري فلن يبالوا ويكترثوا أجاب على سؤالك إن كان بمقدورنا الدخار ما زرعناه فلما نسلمه لكم؟ بالعاجل سوف نقوم بتهيئة الوسائل التي من شأنها تسهيل الدخار القمح طبعا يمكن لمن شاء أن يدخر ما حصده من الحنطة بنفسه لكن فليعلم أنه إن فسدت عليه حنطته لأي سبب كان فلا حنطة له عند حكومة مصر إنما نعطي الحنطة فقط لمن ادخر عندنا حنطته ولتعلموا أن المزارعين بالدخارهم الحنطة لدى الدولة فسوف يصبحون حكما من ملكي الأراضي الزراعية فضلا عن ضمان نجاتهم من الهلاك في سني القحط إنها لسخرية كيف للناس أن يجمعوا الحنطة من أرجاء مصر ثم يسلموها لكم في طيبة لتسهيل عملية النقر سنقوم ببناء العنابر في كل مدينة فتخزن كل مدينة حنطتها في عنابرها فلا يشقى الناس سواء في نقل محصولهم أو في استلام حصصهم يبدو كأنه سمع كلامك لقد فكرنا في تدابير عدة من شأنها المساعدة في مواجهة القحط وسوف نطلع عامة الناس عليها فيما بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أه لماذا لم نذهب لنتحدث مع يوزر سيف أولا لم يكون ليأذن ثانيا لا أظن أن يوزر سيف لديه الرغبة في الحديث إليك فضلا عن ذلك ماذا كنت ستقولين له؟ هل كنت لتخبريه أنك تكنين له حبا أم أردت تبرير زجه في السجن لسنوات؟ ترجمة نانسي قنقر هلا يعلم يوزر سيف أن كل الناس سيقومون بالزراعة في الأراضي التابعة لأمن حوتب؟ يوزر سيف شاب بلا تجربة وهو بهذا إنما يبث الضعف في أسس دولة مصر بعد مرور بضع سنوات من توزيع أملاك الحكومة على الناس سيصبح حاكم مصر ضعيفا لا سند له بينما كل الثروات والأملاك الزراعية لمعبد أمون ما زالت على عهدها لم تمس إن كان الأمر كذلك فالأفضل أن لا نقف بوجه يوزر سيف فيما يتعلق بالزراعة علينا فقط أن نمنع تعاظم سلطته فيما يتعلق بالأمور الحكومية إن عملنا بفطنة ودهاء يمكن لنا أن نؤسس لسقوط يوزر سيف علينا كسب ود اثنين من أشراف القصر ليتعاون معنا من هما على المقال؟ الأول هو هورنهو قائد حراس القصر والشخص الثاني؟ السيدتي أم أمن حوتب وهل سيتعاونان؟ الأمر متعلق بمدى سعينا فإن تعاون معنا القائد هورنهوب والسيدتي فإن هزيمة يوزر سيف حتمية بيناروس تحية الآلهة عليك يا بينا ماذا تفعلون هنا؟ لقد تحررنا حسنا علمت بذلك علمت بذلك أعلم أنكم تحررتم إذن فقد جئتم للقاء يوزر سيف أجل أجل اسمعوني لا تقلقوا انتظروا هنا ريثما أعود إليكم اتفقنا؟ حسنا حسنا ولكن أين أنت؟ جناب يوزر سيف يبحث عنك في كل مكان يبحث عني أنا؟ أجل ألست مالك؟ بلى بلى أنا هو مالك مالك بن زعر لا عليك والآن انتظرني هنا بجنبهم سأعود قريبا هل يأذنوا لي علي المقام؟ ماذا حصل بناروس؟ قل سجناء زاوير يطلبون لقاءك على المقام هل تأذنوا لهم بالدخول؟ إذن جاءوا أخيرا طبعا طبعا أحضرهم إلي جميعا بالمناسبة لقد وجدت مالك بن زعر أيضا وإين هو؟ هو أيضا مع السجناء بانتظار لقائك أنا سوف أذهب للقاء بنفسي أنتم ماذا تفعلون؟ يحيى يوزرسي يحيى يوزرسي يحيى يوزرسي سلام الله عليك نحن شاكرون لك لسعيك في خلاصي جميلا وغفحا يا نبي الله كم اشتقت إليك كم اشتقنا إليك يا نبي الله 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 ماذا تفعل أنت هنا ولي ما أنت بهذه الحال أجل هذا أنا يا نبي الله أنا مالك نهدم والمتحسر أنا من جلب عليك الأسر والسجن ماذا تقول مالك؟ والهيئة أنا هيئة الأسر كلا بفضل الله أنت تبدو كالأشراف والأحرار أيضا بل أنا من هو أسير ومشرد مفقمت ببيعك منذ عشرين سنة وأنا لم أغادر مدينة طيبة أبدا ما فعلت لم أستطع أن أصرف قلبي عنك لما فعلت ذلك؟ أنا ظننت أنك قادم إلى مصر بهدف التجارة فليغفر لي الله اتسببت لك بأن تصبح على هذه الحال لكني ما زلت أشعر بالندم في نفسي كوني قد قمت ببيع نبي الله لكن تلك الصفقة لم تكن بهذا السوء أنت قمت ببيع يوسف ونلت محبة يوسف وإنما أنا وقعت في الأسل كي أصل إلى الصدارة أنا بقيت هنا من أجل التعويض عما سلف أنا لست بتارك إياك أبدا أنت لست مدينة لي بشيء لكن بإمكانك إعانتي في المهمة التي تم تكليف بها من قبل الله أجل فأنا بحاجة إلى عونكم جميعا نحن إنما جئنا لنكون بتصرفك بكامل وجودنا جناب يوزر سيف إن أذنت لنا فنحن نريد أن نكون معك وإلى جانبك نعلم أنه لا يتوقع مننا أمر عظيم لكننا سنبذل جهدنا بألا نكون عبئا عليك يكفي أن يأمرنا جناب يوزر سيف منك الأمر وعلينا فدائك بالأرواح في قضاء الله أن حاجة إليكم الآن هي أكثر من أي زمان آخر وإني لا أظن أن وجود بينكم في السجن لسنوات إنما كان لأجل يوم كهذا اليوم عليكم جميعا أن تعينوني في إدارة أمور مصر تعالوا معي أنا أتي معك بهذا الوضع المزري أنا أنظر إلى قلوبكم فأراها نقية صافية كالمرآت فما أهمية المظهر الخارجي؟ تعالوا ترجمة نانسي قنقر أي ناس صار يؤوي قصر أمن حوتب؟ فليحيى القائد هورينهوب ماذا حصل أبوكي؟ الكاهن الأعظم ألخماه يدعوك لمقابلته في المعبد عندما تسنح لك الفرصة في أي شأن؟ أنا لا علم لي بذلك فقد قال إنه مشتاق لرؤيتك حسنا سوف أذهب لملاقاته أنا سعيد شونك شكرا جزيلا لك يوزرسيف شكرا لك يوزرسيف شكرا لك يوزرسيف نشكرك لإنقاذك لنا من السجن أنا أيضا سعيد جدا لرؤيتكم خارج السجن ونحو أيضا ما أجدنا ذلك؟ جناب يوزرسيف نيمي سابو يستأذن بالدخول عليك فليدخل سيدي السيدة زليخة أعطقت رقبتي ماذا حصل؟ السيدة زليخة أعطقت رقبتي يا للعجب السيدة زليخة تعرف كيف تعطق الرقاب وعملها ليس محصورا بالقيود والسجون أسأل الله أن يفك أسرها من سجن نفسها قامت بإقحام الكثيرين في البلاء واستخفت بحرمتهم من أجل الوصول إلى رغباتها المسكين المسكين جناب بوديفار لقد قاص العذاب وعانى الألم جناب يوزرسيف ألا تريد أن تعاقب زليخة وبوديفار؟ يجب عليك أن تنتقم منهما يجب أن يتم عقابهما أنا صفحت عنهما وليصفح الله عنهما لا أريد أن يريان فحسب أقصد أنني لا أريد أن أشاهد الخجل في عيونهما بناروس علي المقام عليك بتحسين هيئة أصحابنا ثم أحضرهم إلي كما تريد رافق بناروس أنا بانتظاركم حسناً شكراً لك شكراً لك حسناً يا صديقي القديم أخبرني كيف أعطقت رقبتك عادت السيدة زليخة إلى قصرها وذلك بعد أن سعيت في خلاصها وأعطقت رقبتي كرم لذكر محبتك القديمة ماذا يصنع جناب كوتيفار؟ سمعت أنه مريض أجل الأمر كذلك يعاني ألماً شديداً حاله ليست جيدة بتاتاً يعاني من عذاب دائم وشديد كلما تتكر الظلم الذي ألحقه بك شفاه الله وعفاه جناب يوزر سيف لقد رأيت أبوكي الكاهن يتحدث إلى القائد هورين هوب ما الذي يفعله أبوكي الكاهن في قصر الحاكم أمن حوتب؟ أخشى أنهم يحاولون ترغيبه تردده في القصر يشكل خطراً وسينقل أسرار القصر إلى كهنة المعبد برأيي أنه لم يعد يشكل خطراً بعد أن اكتشفنا أمره ويمكن لنا من خلاله أن نكتشف عيون المعبد في القصر عليكم فقط أن ترقبوه كما تريد علي المقام من الأنوة صاعداً لا ترك علي لقد اعتدت ذلك علي المقام تخلى عن هذه العادة حاضر سيدي حاضر سيدي حاضر سيدي حاضر سيدي حاضر سيدي جناب هورن هوب يطلب الإذن بالدخول على المقام جنابه هورن هوب يطلبوا الإذن بالدخول على المقام قولوا له ليدخل الآن يحيى خادم الأليهة الكاهن الأعظم كبير كهنة معبد أمون على المقام جناب ألخماه يحيى القائد القدير واللائق لقصر أمن حوتب جناب هورنهوب تعال واجلس إلى جانبي أخبرني الكاهن أبوكي أنكم طلبتم مقابلتي وأنا أطعت أمركم شكراً جزيلاً لك لقد أسعدتني ثمت أمر يشغل بالي منذ مدة رأيت من الضروري أن أشاورك فيه قمت بالبحث في ماضي هذا المستشار الشاب الجديد للحاكم أمن حوتب ما كان اسمه؟ يوزر سيف أجل يوزر سيف نعم يوزر سيف هو الذي دخل قصر كتفار منذ طفولته ولم يكن يؤمن بآلهتنا وكان يعبد إلها خفياً لا يرى والآن بعد أن نرى السلطة فهو لن يألو جهداً في محاربة المعبد من جهة فهو من أهلك نعان وغريب عن مصر وإنه لعار علينا أن يأتي غريب ويستلم زمام الأمور في أرض ذات حضارة عريقة كمصر إنه شخص معاد لأمون في مدينة أمون في طيبة ويتحكم فينا أنا أطلب منك كونك من أتباع أمون أن لا تأذن بأي شكل من الأشكال ليوزر سيف أن يتعظم أمره في القصر فإن بقي يسير على المنوال الذي يسير عليه فسوف يحل محل أمن حوتب بينما يوجد في مصر قادة لائقون وغيار وشجعان مثلك أنت شاكر لك سيدي أنا أحب أرض مصر وأعبد الإله آمون وأنا أكون الاحترام للمعبد ولكم أيضاً ولن أقصر في القيام بأي أمر أستطيع فعله كما أنني من جهة أخرى لا أستطيع أن أتناسى أبداً وفائي لأمن حوتب أنا أوافقك الرأي أيضاً لكن يوزر سيف لا هو مصر ولا هو المعبد وأمون ولا أمن حوتب نحن نعلم ولا شك لدينا أنك أيضاً تتألم مثلنا بشدة من تعظم أمر غريب عن مصر كافر بألهتها لعلك لا تستطيع أن تفسح عن سريرتك وتبوح بها سأقولها بوضوح أنا وخدمة معبد آمون نريد لابن صالح ومؤمن مثلك أن يحكم في أرض أسلافنا ويكون خليفة بوتيفار ولا نريد ذلك للقرباء عن مصر طبعاً أنت تعلم أن بوتيفار مريض جداً ولن يعيش طويلاً بسبب الصدمة النفسية التي لحقت به من قبل يوزر سيف وزليخة لا أحد يشيح بوجهه عن السلطة ولا أحد يستسيغ استلاء الغرباء على السلطة في أرضه وأرض أبائه وأجداده حسناً إن كان الأمر كذلك فإن المعبد يحظى بامتيازات يمكن لها أن تساعدك في الوصول إلى مقام أن تتلق به وأما فيما يخص يوزر سيف علي القول إنه طالما يحظى بدعم وتأييد أمين حوتب وطالما لم تصدر منه أي خيانة فأنا لن أقف بوجهه أبداً من الضروري أن يتم النظر إلى الخيانة من جوانبها كارفة ومن جملة ذلك خيانة ومخالفة أمون ومن المعلوم أن يوزر سيف يكون العداء لأمون وهو حتى لا يخفي عدوته هادئ أوافقك الرأي مرحي متحدود وتعيش مرحيا هكذا رحيك المترجم للقناة 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 وكيف سنعرف بالذي يدور بينهما والخماه؟ إن ذلك معلوم يريدون أن لا يكون ليوسف قدرة على تدخل في إدارة أمور مصر ويريدون أن يحاولوا جهدهم أن يقنعوا الحاكم بعزلي وكيف لنا أن نطلع على دسائسهم؟ لا تقلق، إن شاء الله ذلك فسوف يهيء الوسيلة لتحققه عالي المقام، أصدقاؤكم يستأذنون في الدخول اسمعوا، اسمعوني جيداً هناك عدة أمور مهمة عليكم أن تقوموا بها الأول أن تعلموا أن علاقتكم ستكون مع جناب مالك الذي هو شخص عالم وذو تجربة وخبرة وصلة الوصل بيني وبينكم ستكون من الآن مالك ونيمي سبو كما يجب أن تعلموا أيضاً أننا في مواجهة كبيرة مع كهنة معبد آمون وهم يريدون أن يقضوا علينا إن لم نكن حذرين فإن العدو سوف يتمكن من أذيتنا أول ما عليكم القيام به هو أن تنشروا في كل مكان قصة هزيمة كهنة معبد آمون في تفسير الرؤية أمن حوطب وغلبة الله الواحد على سائر آلهة مصر فكثير من الناس ليسوا على علم بالقضية وهذه المعرفة منهم من شأنها أن تزلزل إيمان الناس بأمون والمعابد المسألة التالية هي أنه ليس لي غيركم أتباع أمنون وموضع ثقة لذا كونوا سمعي وبصري في مراقبة ادخار الحنطة من قبل أصحاب الطمع وفي مراقبة النشاطات المعادية للكهنة وأطلعوني على ذلك ليتم رد الفعل اللازم في حينه ثالثاً نحن نحتاج إلى كم هائل من البذور لتنفيذ خطتنا الزراعية وظيفتكم يا أصدقائي هي أن تستطلعوا كمية الحنطة الموجودة في مصر وتخبروني عن مقدارها وفيما يأتي من الأيام ستتحملون مسؤوليات أثقل من هذه أخبركم عنها فيما بعد بناروس نيمي سابو أصدقاؤنا متعبون ويحتاجون إلى مكان يستريحون فيه هيا لهم مكاناً حفظكم الله على أمل اللقاء نحن نشكلنا لك جناب لوزر سيف حفظكم الله هيا بنا يا رفاق هيا جناب مالك أنت ابقى أنت رجل قد خبر الدنيا وجربها أريد منك أن تعيناني في إدارة الأمور وتشير علي عند الضرورة أنا أحتاج إلى مستشار أمين مثلك لقد قمت قبل اليوم بقيادة الكثير من القوافل وهدايتها من الآن وصعيداً فأن نبي الله هو قائدي ومرشدي كل ما تأمرني به أقوم بتنفيذه طائعاً لقد أثبتتم في عهد أمن حوتب الراحل أنكم لا تتوانون عن فعل أي شيء في سبيل الوصول إلى غايتكم وقد طلبت منكم حينها وعبر هذه النديمة أن تكفوا عن الطمع ومخالفة القانون وأن تعتذروا من أمن حوتب قبل أن يثور عليكم غضبه لكنكم بدل طلب العذر منه قمتم بالمكيدة له وكنتم على وشك أن تقضوا علي وعلى زوجي وعلى ولدي مسكين أبو بيس راح ضحية مكيدتكم السيدة غاضبة الآن الصواب هو ما تتفضلين به لقد اتهمون باطلاً المذنب في تلك الحادثة كان أبو بيس وحده على كل حال القرار بيد ولدي أمن حوتب وأنا لا يمكنني أن أتدخل في شؤون تخصه لكن مطلب الآن هو شيء آخر فأنا أقول إن شخصاً غريباً وعدواً للآلهة لا ينبغي له أن يتسلط على أمور بلاد عريقة كما هي حال مصر هل تعرفين ما معنى أن يقوم يزار سيف بصرف كل ثروات مصر في مقابل شراء الحنطة هذا يعني يعني أننا سوف نصبح دولة فقيرة جداً لا ناصر لها ولا معين وسوف تصبح لقمة سائغة مقابل هجوم جيرانها ولن يكون لها أية قدرة على إعادة تشكير الجيش هل تعلمين لن يستفيد من ادخار الحنطة إلا حفنة صغيرة من أصحاب الثروات المتمكنين وذوي المال الوفير هل تعرفين أنه لن يبادر أي مزارع أبله إلى ادخار حنططه لدى الحكومة مجاناً خوفاً من أن يضطر إلى استجدائها منها لاحقاً إذا حل القهط سيدتي هذه مجرد تخيلات صبيانية قفي بوجهها فلنفرض أن أقوالك صحيحة ما الذي تتوقعه مني؟ أمن حوتب الشاب يكن لكم الاحترام والتقدير قوموا إذا بنصيحته فهل انقرض شبابنا الغيارة ومات شيوخنا العلماء ليتسلط علينا راعي غنم كان عني ويحكم بلادنا؟ ولكن أمن حوتب يحب يوزر سيف ولا ظنوه سوف يصغي إلى أقوالي وماذا تفعلين إن علمت أن يوزر سيف مصاب بداء السلطة والجاه؟ وماذا إن علمت أنه في سبيل وصوله إلى الحكم لن يتورى حتى عن قتل أمن حوتب؟ وإن كنت الآن لا تصدقين ذلك لكن تيقني أن هذا الشاب يكيد لنا كيداً عظيماً والأطل أن تقفي بوجه تعظم أمره هل علمت ماذا فعل سيدتي؟ لقد جاء بحفنة من السجناء المجرمين من سجن زاويرة وسلمهم أزمة جميع الأمور فهل مات الرجال الأقوياء الشجعان كأمثال هورين هوب؟ فلماذا إذن؟ لا يعينون أمثاله بدلاً من يوزر سيف إنما قلت قولي اهتماماً مني بالمصلحة والأمر عائد لكي الأفضل أن لا يطلع أحد على حدوث هذا اللقاء سيسيئون التقييم وأنا لست في مزاج جيد للرد على مثل هذه الشبهات لم أعد أعلم من هو الخادم هنا ومن هو الخائن سوف أكلم أمن حوتب عندما أعود على كل حال لا ينبغي لغريب أن يكون مسلطاً على مقدرات مصر موسيقى بينا روس جئتك بالأخبار حسناً والآن قل لي ماذا حصل؟ لقد جاء اليوم ألخماه لمقابلة السيدتي وأراد منها أن تقف بواجه تعظم أمر يوزر سيف وتقدمه هل قابلت السيدتي؟ لقد ذهبت الآن لمقابلة الحاكم أمن حوتب لتطلب منه أن يقوم بعزل جنابي يوزر سيف أظن ذلك بل أنا واثقة بأنها تنوي أن تفعل أمراً كهذا حسناً إذهبي ثقي أني سوف أطلع جنابي يوزر سيف على ذلك إذهبي قبل أن يراك أحد عليك أن تقوم بعزله بني لماذا أمني؟ ما ذنب يوزر سيف الخطأ؟ هذا عار علينا في مدينة طيبة مدينة الإله أمون أن يصل عدوه أمون إلى السلطة في المدينة التي يعبد فيها الناس الإله أمون من صميم قلوبهم وبكل محبة وأخلاص أنا لا أظن أن يوزر سيف يسعى وراء السلطة والجاه لا فرق عند يوزر سيف بين العزل والبقاء بل نحن من يحتاج إلى وجوده هو الشخص الوحيد الذي يمكن له أن ينجي مصر من هذه الأزمة إذن قولوا بصراحة أن أهل مصر ماتوا جميعاً ونحن مجبرون أن نلجأ إلى كافر غريب لإدارة أمور أرضنا وبلاد أجدادنا لماذا لا نستفيد من وجود رجال أكفاء أمثال هورنهوب؟ لماذا تأذن ليوزر سيف أن يضع على رأس إدارة الأمور حفنة من المجرمين؟ أنا أيضاً معجب بهورنهوب ومطلع عن كثب على قدراته لكل مقام مقال ولكل مرئ مهمة بالمناسبة سجناء زويرة قد صلحت أحوالهم على مر السنين بفضل يوزر سيف ولم يعودوا كما في السابق هؤلاء السجناء ندمون على خطاياهم الماضية وهم الآن مدراء جديرون ولائقون أنا قد أدركت زمن حكم أبيك وعايشت أمور الحكم في مصر لسنوات عديدة ما أقوله؟ إنما هو من أجل مصلحة مصر ومصلحتك هو يقوم بإهدار ثرواتك ومدخراتك هل تعرف أن إفراغ خزانة مصر من الأموال لشراء الحنطة سوف يضر بمصر وبأهلها أيضاً؟ هل تعرف كم سيدر بك ويضعفك توزيع بساتينك على المزارعين وكيف أن ذلك سيؤدي إلى إهدار كل ثروتك ورأس مالك؟ قلقك في محله إن لم يكن لدى يوزر سيف جواب شاف على التساؤلات التي عرضتها أمي فيجب أن يعزل عليه أن يقدم جواباً مقنعاً وشافياً أنا أعيدك بذلك أنا قلت لك كل ما عندي الأمر عائد لك ولكن فلتعلم أنه من أجل بلوغ مقام الحاكم يمكن له أن يدبر مكيدة لكي يقتلك ومن ذايا طرى قد تنبأ بذلك؟ هذا ليس رأي وحدي كهنة المعبد أيضاً على هذا الرأي هؤلاء لا يتوانون عن أي تهمة ومكيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر